مدرسة السعد العالمية هي أحد أهم مكونات مدينة الدقم الحديثة فالمدرسة التي بدأت عامها دراسي الأول قبل ثلاث سنوات أنشئت أساساً لتصبح مجتمعاً مدرسياً حديثاً للطلاب العمانيين والعرب والأجانب وفي الوقت نفسه تشجع المهندس القادم من أقصى بقعة في هذا العالم أن يصطحب معه عائلته إلى الدقم ليواصل أطفاله تعليمهم المدرسي تحتوي مدرسة السعد على العديد من المناهج الدراسية المختلفة والكثير من الجنسيات المختلفة يمكن أن تقارب العشرين جنسية منها الباكستانية، الهندية، الاندونيسية، فنزويلة، الجنسيات العربية أيضاً نظامه الدراسي نظام متعدد نظام يحتوي على إشراف وزارة التربية والتعليم العمانية وأيضاً إشراف كامبرج سكول أيضاً صفوفنا تبدأ من الصفوف، لدينا من الصفوف الأولية والصفوف الابتدائية حتى صف العشر أيضاً موادنا الدراسية تختلف بين المواد الدراسية العربية والمواد الدراسية لغير العرب المدرسة تشهد عاماً بعد آخر زيادة في أعداد طلابها وترسخ أيضاً مكانتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم انطلاقاً من حرصها الدائم على جودة التعليم وتوفير مرافق تعليمية ورياضية وترفيهية متنوعة فهي تعد المدرسة الأولى من نوعها بمحافظة الوسطى في تقديم منهج دولي مبتكر من كامبرج مع قبول ما يزيد عن مائتي طالب من 22 جنسية من المرحلة التمهيدية إلى الصف العاشر مدرسة تكون من 20 جنسية تقريباً وعدد الطلاب فيها 300 وحاجة كذا ويدرسوا اللغات الإنجليزية والعربي والرياضيات والتربية الإسلامية والعلوم والآيتي كلهم باللغة الإنجليزية وتسعى المدرسة إلى أن تكون حلقة الوصل بين الأسر والشركات بهدف المساهمة في تطوير المجتمع من خلال تلبية الاحتياجات والمتطلبات التعليمية فهي تقع في منطقة حي حديقة الصخور بالدقم وتتميز ببيئة تعليمية حديثة مجهزة بفصول دراسية ومرافق تقنية ورياضية وثقافية